رجولا كان مباركا من الصالحين من بلدي المغرب اليوم أحذرت لكم سرين مباركين من أسرار سورة ياسين المباركة سبحان العالم عن كل مكنون سبحان ما الفائدة الثانية من سورة ياسين المباركة فهي سر فعلا سيغير حياتك سيخرج بك من الفقر إلى الستر ومن قلها للقرئة على من تلبست به الأرواح السفلية سورعة واستغاد عارضه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله مرحبا بكم من جديد واليوم موضوع جديد رائع كالعادة حينما أتكلم عن سورة ياسين المباركة أتذكر رجلا كان مباركا من الصالحين من بلدي المغرب وكان من أهل الله كان يحب هذه الصورة ويعشقها ويقرأها بمحبة الأب للابن وسألته مرة ما سر عشقك لصورة ياسين فكانت إجابته طيب الله تراه ياسين مفتاع غيث وغوت من السماء وذرية من ماذذ وسعادة وغناء لمن جعله ستر ومحبة من إذن الله في عباده اليوم أحذرت لكم سرين مباركين من أسرار سورة ياسين المباركة أولهما من رغب بحاجات ولم يصل إليها أقول حاجة من حوائج الدنيا نوى قضاءها ولم تتيسر فليطلب من الله تعالى تسيرها وليتوضأ بنية قضاء هذه الحاجة واستجابة الذعاء وليتجه نحو القبلة مع حضور القلب يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مئة مرة ويبدأ في قراءة سورة ياسين وأثناء القراءة عليه أن يذكر حاجته في ثلاث مواضع ويطلبها ببركة السورة المباركة وعند طلبه يرفع كلتا يديه إلى الله تعالى ويدعو من قلبه بقضاء غرضه بأي دعاء حضره في قلبه أهم الموضع الأول الذي يذكر فيه طلبه فهو بعد الآية 12 لما يصل إلى إمام مبين يقول دعاء أي دعاء يخطر في باله الموضع الثاني في الآية 40 لما يصل إلى قوله تعالى فلكن يسبحون فيدعوه بأي ذو أن يخطر في حاله أو في قلبه الموضع الثالث عند وصوله الآية 58 ويقوله تعالى سلام قولا من رب رحيم بعد أن يذكر سلام قولا من رب رحيم سبع مرات ويكمل قراءة الصورة بشكل عادي ويمسح على وجهه وصدره ويقول بعد أن يكمل الصورة في القراءة سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان المنفس عن كل مذيون سبحان العالم عن كل مكنون سبحان من جعل أمره بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي بيذه ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم افتح لأبواب رحمتك يا رحيم يا رحيم يا رحيم خلاص وين يحبس فوالله الذي لا إله 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 مشرب صحيحة بإذن الله فيها استجابة مباركة وعاجلة مهما كان الطلب بإذن الله تعالى فإنه يقضى وأحسن وقت لذكرها والقيام بها بعد صلاة العشاء ما بين الشفع والوثر واعلم أن الشيطان نعله الله سيمنعك عن تجربة ما ننطق به ليس فقط بهذا الفيديو بل بكل الفيديوهات الخاصة بنا سيخرج لك الشيطان أو المانع في تعليق أو وسوس في أدن أو في خاطر ستجده يجعل بينك وبين الفائد حاجزا وسيحاربك حتى لا تقوم بها فقط إن سمعت من ذلك عن عمل فائدة من فوائدنا فاعلم أن الشيطان نجح في الوسوسة لك واستملكك فاحذر فنحن لا ننطق إلا بالصدق والحق أما الفائدة الثانية من سورة ياسين المباركة فهي سر فعلا سيغير حياتك سيخرج بك من الفقر إلى الستر ومن الحيرة إلى اليقين وهذا السر ما بين الآيتين 78-79 وهو قول الله تعالى عدوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم هذه الآية فيها من الأصرار ما يضهش الألباب ويحير العقول وتصاريفها أزياد من ألف تصريف بالعد الصحيح أقلها إن قرئت على من تلبست به الأرواح السفلية سرعا واستغاد عارضه وإن قرئت بنية خطف روح سفلية أو طارق أو عارض خطف بإذن الله تعالى ولو كان في أرض السقر واعلم أن هذه الآية المباركة إن قرأتها بعد كل صلاة مفروضة عدد مئة وتمانية مرة لمدة أحد عشر يوم بنية تسخير نورانيتها وبركتها والتواصل مع أنوارها الربانية وأملاكها فتح لك التسخير والتواصل وتحس بخذامها كالنحل قربك بإذن الله تعالى وترى من قضاء حوائجك ما يبهرك وتتغير حالك إلى الأفضل والأحسن والأجود وترى من بركات الله تعالى ما يتلج الصدور في هذا الباب أما من قرأها على عطر أو ماء هذه الآية الشريفة من قرأها على عطر أو ماء زهر أو ماء ورد أو قطعة من المسك عدد تسعة وأربعين مرة بنية القبول وجلب محبة الناس وتسخير قلوب البشر من كل أنت وذكر ورش على نفسه من هذا الماء أو مساحا من هذا الذهن ذهن المسك رأى من القبول والنصر وسماع الكلمة ومحبة الخلق ما يبهر ويذهش أما القراءة على هذا العطر أو المسك فتكون في صباح أي يوم قبل أن يؤذن الظهر ولا تقم بالعمل آخر الشهر العربي قم به فقط أول الشهر العربي إلى غاية الثلاثتاشر منه ولا تقم به في الأيام البيضة الأيام بيضة أقصد بها 13-14-15 من الشهر العربي لا تقم بها في هذا المقت الله تعالى يسخر لكم كل الخير والله المسخر والميسر لنا ولكم أحبابي في الله حتى لا أطل عليكم وأكون تقيلا على القلب أقول تقبلوا فائق محبتي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا